لمواصلة ومتابعة حصة قهوة أجرنان لمن التحق بين اللحظة زولف اللون يوم وسعيد نهارو مبروك إن شاء الله نناقش في عدد اليوم تصريحات عبد العزيز بالخادم الأمي العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني ومؤثرته من زوبع ومؤثرته من جدال وسجال في المشهد السياسي وخاصة في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني وكذلك الرد القوي لجمال ولد عباس حول هذه التصريحات مما خلق الكثير من علامات الاستفام حول مستقبل الحزب حول الخطوات التي يمكن اتخاذها في القريب العاجل من أجل لملمة الصفوف من أجل لملمة شتات حزب جبهة التحرير الوطني ومن أجل رسي الصفوف تحضيرا للانتخابات التشريعية 2017 التي ستكون لها كلمة الفصل التي ستكون لها الكلمة القوية فيما تعلق برئاسيات 2019 ماذا أو ما هي الخطوات التي يمكن أن يقوم بها حزب جبهة التحرير الوطني من أجل لملمة الصفوف في ظل إعادة إحياء النعرات والانشقاقات داخل الحزب يحضر معي قيادة بحزب جبهة التحرير الوطني سيد نوردين بنوار الوزير الأسبق والقيادي أستاذ نوردين مرحبا بك أهلا أستاذ الصباح الخير شضح النور شكرا على خبولك الدعوة مرحب الله فيك شكرا أستاذ نوردين بنوار نبدأ النقاش من حيث تعليقك على التصريحات الأخيرة لعب العزيز بالخادم في جريدة أو في وسيلة أجنبية قناة سيانان ما رأيك؟ شكرا بعدها بسم الله الرحمن الرحيم أولا صباح الخير لكل المتتبعين لقناة النهار وبالخصوص الحصة هذه لنتمنى لك فيها كل توفيق شكرا شوف أولا باش نتكلم على سيد عبد العزيز بالخادم اللي هو يمثل مناضل معروف في جبهة تحرير أو بكل القيادات اللي فاتوا التصريحات التاحهم تقريب تتشابه تتشابه لكن سيد جمال ولد عباس النهار التنصيب بتاعه وانتخابه من طرف اللجنة المركزية مد رسائل قصيرة ولكن عندها معنى كبير عبرنا بأن فخامة رئيس الجمهورية اللي هو رئيس الحزب أكد له على لملمة صفوف حزب التحرير الوطني وهذه نقطة مهمة مهمة جدا أساسية ومن ثم إلى لم يشمل رسالة إلى كل المناظرين والإطارات نحن في جبهة التحرير الوطني فعلا بعض الناس عبد العزيز بالخادم أو اللي ذكرت لي أسمه نذكر أسمه أو بعض القيادات السابقة مصير الحزب كان في يديهم مصير الحزب ثقة رئيس الجمهورية كانت عندهم داروا فترة الآن جاء أمين عام جديد بتسكية من اللجنة المركزية دار ندال إلى لمشمل يا أخي يسعاوا في هذا الإطار أما بشرط أن يكون هو في القيادة باشي لمشمل هذا شيء خطير بالنسبة لجبهة التحرير الوطني أو بالنسبة للموقف تحذي القيادة جميل أطلوا مهلة أطلوا مهلة إلى جسد الوعد التاعه والخطاب ما يتكلموا على الشرعية سيد نوضيب النوار يتكلموا على الشرعية الأمين العام الحالي ويقول بأنه ما بني على باطل فهو باطل كيف ما بني على باطل السعداني كانوا يتكلموا على سعداني المؤتمر العاشر يتكلموا عليه أنه باطل بعدين ما نروحوش إلى المؤتمر العاشر ولكن على الأقل جمال ولد عباس يقال بأنه من غير المعقول ولم يحدث في تاريخ الجزائر أم تم تعين أمين عام بتلك الطريقة سهل شوف أولا المفروض أي إطار في جبهة التحرير الوطني أو مسؤول سابق في الظرف الحالي اللي احنا على أبواب التشريعيات صحح قضية الشرعية المؤتمر اللي عنده عامين ملندير الشرعية وإشنا الشرعية الشرعية أنه عندك رخصة من وزارة الداخلية تديرت الاجتماعين تاعك وتستدعي الناس اللي كانوا بحكم الصفة والمنتخبين تاع القواعد كل الناس توجد لهم دعوات لكن الناس داروا شروط تعجزية لا حزبية ولا محضر خلينا نكمل فضل تقول لي الشرعية الشرعية كان مؤتمر انتخب لجنة مركزية الآن واش حضر بيوم 22 والحمد لله الآن كاين عنا تقليد جديد في جبهة أنه بالمباشر اللجنة المركزية بالإجماع بالإجماع زكت سيد جمال الدعباس لا سيد نوردي بنور ما تخطيش تقول لي بأنه تزكية جمال الدعباس كان بطريقة قانونية ولكن على الأقل ما ينص عليه القانون داخلي اللي حزب يعني أنا روح لك لقانون داخلي أنا أنا عارفك بأنك يعني يعني الدقق هالأمور الناس ما كفرقش بين القانون الأساسي ونظام داخلي نح لكن تبعني هنا مليح القانون الأساسي من صلاحيات المؤتمر وحد ما يقدر يغيره صحيح لكن النظام الداخلي صحيح هو النظام الداخلي للجنة المركزية مهم تشوف كهذه النقطة باش اليوم ينفضوا منها مهم يقول لك بللي أن بعد شغور المنصب تعالى الأميرام وإلى المادة التاسعة صحيح لتستمد إلى المادة 36 من القانون الأساسي بللي أغل أكبر سن لمدة 30 يوم يسير الحزب لمدة 30 يوم نعم شكرا هذا القانون وهذا المادة شكو اللي صوتت عليها ماهوش المعتمر هذه اللجنة المركزية نعم اللجنة المركزية سيدة شافت بللي يوم 22 تعطي الأمانة العامة لكن ما شافتش سيدنا رديم الله كيفاش لا ما شافتش كيفاش ما شافتش اللجنة المركزية يوم 22 يوم 22 أكتوبر تم طرح جمال ولد عباس وقال من يصويت يعني نعم ما كاش حتى متناء ولا فرض رفض واحد نعم ولكن ما فيش ترشيح يعني الأمانة العامة يرشح عليها فيه مكتب ترشيحات فيه لجنة الترشيحات وبعدين فيه تصويت احنا من تقاريرنا في حزبات تحليل وطني ممكن أن ندير الجلسات شوية مغلقة لو كان واحد كان ما أسراد يدير نقطة نظام ولا يقول هذا لكن الناس مزكية الناس تزكي وحنا ندخلوا في الصلاحية تعذى للزام مركزية نقولهم لا من عين ولد عباس من رشح ولد عباس جمال عمار سعداني كان مستقيل صحب نعم جمال ولد عباس أولا بغض النظر على المسار التي تعه في الحزب هو الأكبر سنن هو الأكبر سنن إذا عملنا بقاعدة الأكبر سنن يسير الحزب الثلاثين إذا عملنا بتعيينه من طرف عمار سعداني عمار سعداني كان مستقيل هذه في حالة ما لو استقال سيد سعداني وراحل دارو الحزب يطبق النظام الداخلي يشوف شكونا الأكبر سنن نعم 30 يوم بلك هذا اليوم بعد أسبوع بلك لكن في اليوم نفسه هو عندنا أكبر سنن معروف واخترح على الأمانة العامة من يقترح من؟ عمار سعداني كان مستقيل لماذا يقترح جمال العمان؟ مستقيل من الأمانة العامة ما هو من لجنة مركزية وتعرفنا عنا في الحزب أقل الحزب يا إما الإنسان يتقدم بنفسه يرشح نفسه يا إما عذاء آخرين يقترح هناه للترشيح اقترحوا عظم الأعضاء للجنة مركزية وزكاة للجنة مركزية وورها الخلل أنا صراحة إلى كل واحد يدير قراء أن تعه للنظام الداخلي ولكن حسب أنك غير مقتنع بهذا التبرير سيد نوردين بن نوار كيف أشغل مقتنع؟ يعني غير مقتنع بهذا التبرير وكأنكم تبررون ما لا يبرر يعني القانون واضح قل لي الخلل نعم شوف الخلل يا سيد نوردين بن نوار أنه في الأمانة العامة لا يعين أمين عام وإلا أصبحت يعني من مرسوم رئاسي ومرسوم مزار يو كان عينه وبعدين يكون فيه يعني علاقة لجنة الترشيحات وبعدين يكون فيه انتخابات لم يتم كل هذا الأمر يو كان عينه ورفع الجلسة نقول لك غير شرعي عينه وطلب من أعضاء للجنة مركزية تسكية وزكاة بالإجمع غدوا رحوا نديروا انتخابات نفس الأعضاء للجنة مركزية لماذا يعينه عمار سعداني عمار سعداني مستخيلي لماذا يعين جماله لا يعينوش اللي عينته هي اللجنة مركزية اللي يزكيته واقترحه ومن حق أي عضو اللجنة مركزية يقترحه هذا في القانون تعنا هذا في النظام الداخلي لأي واحد يقدر يقترح عضو من اللجنة مركزية لمنصب من المناصب علش ما فتحتوش الباب للترشيح سيدة نظيم النواري الأمان العامة معروف منصب الأمان العامة فيه مكتب للترشيح أنا أقول لك لو كان في القاعة لما سيدة سعداني قال شكون يزكي وشكون ما يزكيش كانت أقل من 50% ما زكتش أنا أقول لها ما يكون جماله دعا بس اللجنة المركزية كانت زكي أي إن كان شفت الاستخفاف الاستخفاف سمح لي لو رشح لويزي حنون كانوا يصوتوا عليها الاستخفاف بأعضاء اللجنة مركزية هذا هو الخطر في الحزب بتاعنا أنا لازم نكون سوبر ميليطون بلله باش نحكم بالله عضاء اللجنة مركزية مع دم حتى وزن عضاء اللجنة مركزية هو القيادة الفعلية والحالية لحزب دون هي مكة حتى واحد تصريحات تعالجرائد هذه مجرد تصريحات يرحم مولديك يرحم مولديك أي قيادة في حجب التحرير الوطني الرجل هذا جاء والخطاب بتاعه قال لك أنا عندي لمشمل وتدعيم برنامج فخامة رئيس الجمهورية ينسى جمعه هذو هذو مش شرطين هل دار شرط آخر هل ولدي عباس دار شرط قال لنا لازم باش لمشمل لازم توما مش عارف اللي تزكوني انتوما مركوش القيادة مركوش عضاء اللجنة مركزية انتوما هني فتحت الباب أرواحوا تشاركوا كين ليجان كين مهرجانات كين لقاءات مع المناظرين ولدي عباس يبنى مفتوح يشوف يعرف الحزب وأكيد رح يشاركهم في العمل الحزب النظالي نحن إلا يحبوا سيد شوف اسمح لي إلا يحبوا يشاركوا في العمل النظالي في تقوية الحزب لأبواب مفتوحة ولا تغلق وإذا حبوا باش يقولوا أعضاء لجنة مركزية ويشكوا في الشرعية تاعة هذه الأمر الهيئ ولكن سيد نوردي بن نور لماذا لا تذهبون إلى الأمر التوافقي لماذا لا تذهبون إلى مؤتمر مسغر أو فتح الترشيحات أمام باب الأمان العام لحزب جبه التحليل الوطني واللجنة المركزية تنتخي بطريقة سرية وبطريقة علنية حتى تكون إخراج مقبول وواقع حتى لدى الرأي العام الجزائري يفهم هذا الأمر بأنه في جبه التحليل الوطني كان في انتخابات وتمتعين وعينه جمال العباس إذا كان ولد عباس يعني يصلح المرحلة القادمة ممكن ممكن للملاحظ لخارج جبه التحليل الوطني الفكرة التي عكت ماشي معهم يا فلمية لكن المناظرين الحقيقيين والقيادين تعجبات التحليل الوطني يعرفوا بلأمور نظامية هي أصعب حاجة بالنسبة للحزب والمؤتمر سيد لماذا ندخي مؤتمر سيد مؤتمر شرع قل لي ورها المبررات لازم بالنوار يكون عظل الجمال مركزية وإلا المؤتمر غير شرعي لازم بالنوار يكون يشاركو ولا جمال ولد عباس غير شرعي يا نور ديم بنوار الإشكال الإشكال في القيادة جناح جناح عبادة وجناح بالخادم دعدوعة بالعياط سعداني قوجيل الشباب محايدين يعني الإشكال في جبه التحليل الوطني ليس في ولد عباس ولكن الإشكال في طريقة تنظيم وفي طريقة انتخاب هذا الأمير عام لجبه التحليل مدام هذه المشكلة في طريقة الانتخاب لماذا لا نذهب إلى مؤتمر المصغر ونوقف كل هذه الخلاق والبلاب لتحديث في جبه التحليل الوطني أنا أقول حاجة الناس هذو اللي أهمين ندوا بالمؤتمر لسنة هما نفسهم يعرفوا هذا مستحيل وش ما عندها مؤتمر هما يعرفوا لأنه كانوا أعظام مكتب سياسي وسيد بالخادم كان أمير عام يعرفوا باللي في الظرف الحالي عشية التشريعيات إلا حبوا إلا حبوا نخلوا الريش في التشريعيات هذا ونفقدوا الأغلبية والله نروحوا للصراعات النظامية ونروحوا مؤتمر استثنائي ونقعدوا عن نقل نجد بهذه الطريقة كذلك سنوصل في الصراعات سيد نوردين بنوار غدوة ترشيحات غدوة كين ترشيحات كاللجنة الترشيحات كين عامل حزبي رهما مناظرين وقياديين عندهم كفاءة عندهم قدرة معروفين لدى المنطق يجوشاكم سيد نوردين بنوار حتى نضبط هذه النقطة ونروح للمحور آخر أفهم من كلامك بأنه الظروف الحالية حتى ولو كان الذهب إلى مؤتمر استثنائي وانتخاب أمين عام أكثر يعني وقعية وأكثر مصداقية بالنسبة لرأي العام وبنسبة لمناظر لجباة تحلل وطني ولكن الظروف الحالية تحتم على مناظر لجباة تحلل وطني ولجنة المركزية القبول بهذا الأمر وبأمر الواقع وحتى بعدين تشريعية 2017 وبعدين يكون لكل حدث حديث جيد يسمى كلهم ندروا له كوستيم على المقاس شكو اللي حرمهم باش يحضروا المؤتمر لكن هذا قانون اسمح لي اسمح لي نعم هم يشكوا هذا اجتهاد خليني خليني هم يشكوا في شرعية المؤتمر قولي شكو اللي حرمهم باش يحضروا المؤتمر الناس اللي حضروا المؤتمر هم في اللجنة المركزية تتعرف اسمح لي اخلي خليني تعرف الظروف يخليلي بس كو الناس راي تغلط في الرعي العام وتغلط في المواضيع شكو اللي حرمهم باش يحضروا في اللجنة المركزية اللي انتخبها فيها عمار سعداني مكي يشلم هم يقصوا في نفسهم واحد اللي يقصي في نفسه واحد يقول لك أنا فولي طياب وأنا ولا مكيش لا هذا الحز ما يمشخل دعم وش ممكن يا نوردين يا بن نوار ذكتايا أنا أقول لك يعني لو يعود عبدالعزيز بالخادم تتشارك فيه مثلا كيفاش لو يعود عبدالعزيز بالخادم ويتم تنظيم مؤتمر استنائي تتشارك فيه في المؤتمر جماعة عمار سعداني يشارك في المؤتمر انت تعرف يعني أنا أقول لك حاجة أنا أقول لك حاجة سيد نوردين بن نوار أنا ممكن كثير من الناس اللي يعرفوها سيد عبدالعزيز بالخادم نقدر نقولها الآن في التلفزة ما كانش واحد أقرب منه مني ما كانش يكذب عليك لكن في الوقت الحالي سياسيا إذا كانت تصرفة تعوذية أنا ما نمشيش فيها تصرفة شوف راح أخ عزيز صديق ولكن سياسيا بالنسبة للحزب جيب التحرير لأن هذا الصريح تعو أضر الحزب وما راح يجيب حاجة إضافية بالعكس لأن راح يدير تكتل أنا شوف لما نسمح هذا جناح وهذا جناح أنا ماذا بي الناس ولكن واقع فيه جناح تعبادة فيه جناح تعب الخادم دعدوعة فيه بالعياض فيه سعداني فيه موجين فيه بعض المحايدين فيه بعض النواب في البرلمان هذا يعديد من الأجنحة أنا نقول الحجر والله أستغرب نقولها بكل صراحة أنه واحد يكون كفير هرم الحزب ونهار ما يكونش ينوذ القيامة على الحزب يا أخي ما كنا غلطين فيك كنا غلطين حنا نطينك أمانة تأحيز منك لك مكتب سياسي تأحيز كما تكون شتى لازم الحزب يروح لي نحن علش تفهم بهذه الطريقة سيد نوردي بن نوار لماذا لا تفهم بأن عبد العزيز بالخادم يريد أن يعيد النظام ويعيد رص الصفوف ولم لما تشمل أنه أنا نتكلم لك على هذه الأجنحة تقريبا خمسة أو ستة عدتها هنا تقريبا ستة أجنحة كلهم يذهبون إلى ضرورة مؤتمر استثنائي ومؤتمر جامع وإعادة انتخاب الأمين العام وإذا انتخبوا جمال العباس فمبروك علي أسمح لي أسمع منك الجواب سيد نوردي بن نوار لكن بعد الفاصل إذا سمحت مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل عودة مجددة مشاهدينا الكرام لمواصلة ومتابعة نقاش قهوة وجرنان لعدد اليوم نناقش أحوال وأوضاع حزب جبهة التحرير الوطني ما بعد استقالة عمار سعداني وتصريحات الأخيرة للأمين عام الأسبق عبد العزيز بالخادم ونتحدث ونتساءل عن مستقبل الحزب في ظل الوقت القصير جدا للانتخابات التشريعية القادمة يحضر معي السيد نوردين بن نوار القيادة يحجب التحرير الوطني سيد نوردين بن نوار كنا نتكلم قبل الفاصل وقلنا بأنه الذهاب إلى مؤتمر جامع مؤتمر استثنائي قد يقلص الفجوة بين الإخوة الفورقة قلنا تقريبا جماعة أو جناح عمار سعداني هم الذين يتكلمون عن ضرورة مواصلة ما هي عليه اليوم فيه أجنحة عديدة أخرى تتكلم على ضرورة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي جناح عبادة قلنا جناح بالخادم جناح دعدوعة بالعياط قوجيل يعني بعض المحايدين بعض النواب في هذه الأجنحة يعني تقريبا خمسة أو ستة أجنحة تقول بأنه ضرورة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي وانتخاب أمينها حتى ولكن جمال والدعب شوف هذا النداء تعمل مؤتمر استثنائي كل إخوة هذه وكل هذه الإطارات اللي كانوا مسؤولين حلينا وإجنحتهم ومناضليهم ما يعيش مناضليهم ولا شوف المناضلي الحقيقيين ولا حتى هم يعرفوا واش يطلب تنظيم معتمر في حزب التحليل الوطني حنا المؤتمرات التعنام كل مؤتمر مصغر أو استثنائي شفت غيرت تقول مصغر مع أنتها فيه إقصاء أو فيه تهميش كنت تقول مصغر ما تيبش كل الناس ما تعطيش الحرية للقواعد يدير الممثلين تعهم لازم انتخاب تع الممثلين على 1541 بلدية وعندنا 2000 قسمة و120 محافظة كيفاش نظم هذا الشي لازم ستة شهر شوف المؤتمر في عزب التحليل الوطني على أقل فترة ستة شهر هلقابلين هما نبقاوحنا مع تحضير المؤتمر ونخلوه الهدف الرئيسي اللي هو يحددنا أفاق بالنسبة ل2019 نلتاوب بهذا الأمور يا أخي أنا مفهمش راك مراضل راك قيادي أروح شط الصفة هذه راك كسبها بدون مؤتمر السثنائي راك قيادي أروح دعم جبه التحليل الوطني دعم إنجاز برنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي رانا في المنتصف الطريق برنامج فخامة رئيس الجمهورية سيد نوردي بنوار الكل متفقين عليه في حزب الجبه التحليل لا 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 فيه زيادة ولا زيادة على ضرورة ترشيحوا لعهدى خمسة أو سادسة أو حتى مئة يعني خليني نقول لك نعم كان اللي دعم باللسان ولكن كان اللي دعم إيجابيا كيفاش ندعم وحيز جبهات الحليل الوطني ما مش تصريح من خلال تجنيد المواطنين تجموعات كيف ما ندعم برنامج فخامة رئيس الجمهورية فهمني كيفاش ندعم برنامج فخامة رئيس الجمهورية في الحيز هم تدعم برنامج فخامة رئيس الجمهورية لو يرجعوا على الأقل البيان تاعل اجتماع مجلس الوزارة تاعة أكتوبر كين دلماتيال بورنوت على فلام كين المادة الخام اللي لازم نعمل بها في الساحة نحن كل أحزاب تتجند ضد بعض القوانين والمراضلين تعنا سكتين لماذا؟ الشرعية مشرعية في جبه التحليل الوطني جميل خلينا نطرح عليك سؤال واضح سيد نعطي بن نوار سؤال واضح وصريح مباشر وأنا صريح ثاني تك نعم أعرف صراحتك في حالة ما إذا تم أنت تعرف ما إذا يحدث حزب جبه التحليل الوطني في حالة ما إذا تم من قوسين فرض عبد العزيز بالخاتم كيف تم التعامل ولا المصطلح فرض عبد العزيز بالخدم مثل ما تم فرض سعداني وخلينا نقول نحو كلمة فرض في حالة ما إذا تم من جهات عليا مثلا من رئيس الحزب عبد العزيز بالخاتم ما يقدرش ما يقدرش لأن سيد عبد العزيز بالخادم ما هو عضل الجنة في اللجنة مركزية ما تنساش رئيس الجمهورية رئيس حزب إذا يقدر يقترح واحد من اللجنة مركزية نحن مع رئيس الجمهورية يختار رح يختار الأصلح والأقدر اللي باش يمشي الحزب إلى الأمام باش نكون عندنا حصة نكون نبقى من صلاحيات ومن رئيس الجمهورية باش يكون نحن القوة السياسية الأولى نحن في الانتخابات الجاية ما رح يجيب واحد اللي ما يضمناش لو كان شافي ولد عباس ما فيش شروط اللي باش الجبهة بالخادمة فيش شروط في المرحلة الحالية ما هيش قضية شروط مرحلة الحالية يعني بالخادمة لا نتكلم لك من حيث التوافق خلينا نقول لك الأجنيحة المتصريعة تحجب شرطين نحن الشرط السياسي موجود فيه كفاءة قدراء لكن الشرط القانوني ما فيهش ما وصعد لجنة مركزية ما عدد لك حبيتوه يعني تهدموا جبهة التحرير نجيبوا واحد ما شعر لجنة مركزية والقانون يقول باللي الأمين العام يكون من لجنة مركزية أكتب تأسم موحيش أكتب تأسم أنت تعرف ماذا يحدث حاجة بالتحرير الوطني يعني ممكن جدا أنه يكون بالخادم أمين العام القادم ما عام لا خلي يعني التصريح هذا خلي على الأقل المجال يعني إذا كان عايد بالخادم اسمح لي أنا أبو الخادم أنا قلت لك القدرة السياسية والكفاءة ولو واحد كان يتصور بأنه عمار سعداني يستقيل ختم التصريحات النارية أتخيل أتخيل بعد يستقل والآن ولد عباس أتخيل أتخيل نحن هذا الفرضية اللي يجيب الخادم أمين عام ويجيبه رئيس الجمهورية وحنا مع رئيس الجمهورية نقبله بالخادم ما هي وضعتها جبهات تحريلي راح تتهدم جبهات تحريلي لأنه ما يبقى فيها لا قانون لا شرعية ولا هم يحزنون كيف يشير على الأقل بعد التشريعيات روحوا باقتراح من سيد رئيس الحزب ندروا مؤتمر استثنائي وعندنا الوقت عندنا الوقت باش نجيبه السيب الخادم لكن باش نجيبه بطريقة لتدرنا مشاكل قانونية وتعشرعية في الحزب أنا ما نظنش بالخادم يقبل ورئيس الجمهورية حتى ولد عباس يعني فيه مشاكل قانونية حتى ولد عباس حاليا فيه أمور قانونية إلا أنتم ما تشوفوا أنا أعطيني مشينا قيادات في الحزب يعني قيادات من الرعيل الأول القانون الأساسي ونظام الداخلي يعني واضح قراءة رعبوية نعم لتهمهم هما لكن القراءة الصريحة شكون اللي يصوت على القانون الأساسي نعودها هو المعتمر وحد ما يقدر يغير فيه ولا يشتهد فيه النظام الداخلي هي اللجنة المركزية قوة المسادقة على النظام الداخلي هي نفس القوة اللي سادقتها على جمال ولد عباس نفس القوة نفس الأشخاص نعم خليني نروح لك نقطة أخرى سيدة نوردين بن نوار سيدة جمال ولد عباس الأمين الحالي لأحد جبهة التحرير الوطني يقول بأنه لمناصب شاغرة في حد جبهة التحرير الوطني ردا على تصريحات الأمين العام الأسبق عبدالعزيز بالخادم وبالخادم يقول بأنه يعني من منطق قوة يعني هذا الأمر الذي ربما خلّ عبدالعزيز بالخادم يعود يعني وكأنه يستقوى وكأنه أحس بنوع منه أنه فيه جهة ما تساند عبدالعزيز بالخادم بعدما تم إقالة عمار سعداني لأنه تكلم عليه وانت تعرف هذا الأمر يقول بأن عمار سعداني لم يستقل لأسباب صحية وهذا متفق عليها يقول بأن الجهة التي أقالت عبدالعزيز بالخادم هي المحيطة رئاسة لأنها لم تعجبها تصريحات التي تكلم عليها ويتكلم على نفسه بأنه وهذا مصدر قوته يعني ما معنى ليس هناك مناصب شاغرة العدد تعمى ناصب اللجنة المركزية وخلاص صدق عليه المعتمر نبقاش منصب لجنة المركزية وحتى عنا ناس استوفاء ورحمة الله عليهم ما عندناش في القانون الأساسي تعلق الاستخلاف بكري كان عوض مستخلف في اللجنة المركزية كان العضاء الدائمين والمستخلفين كي يغيب واحد يرد ذقنك ما عندناش هذيك تعلق المستخلف قول لي تكلمني على القوة اللي يشعر بيها عبد العزيز بالخادم حاليا بعد ما قالت عمر سعداني تكلم عليه مباشرة تم إقالة عمار سعداني شوف أولا مهما كان لمسؤول مهما كان واحد كان مسؤول لي كان أمين عام تاعي وبعد ما يروح نتكلم فيها الأمور لمكمن Nike تكلم عن عمر سعداني تكلم عن الحادثة وعلى استقواء عبد العزيز بالخادم بعدما تم تنحية عمر سعداني يعني اليوم عبدالعزيز بالخادم يشعر بأنه فيه مصدر قوة فيه أمر تدعمه لأنه تم تنحية عمار سعداني لأنه تكلم عليه لا باش تقول مصدر قوة أنا ما نظرش سيد عبدالعزيز بالخادم اللي عنده كفاءة سياسية عالية يميل لنحية منطق القوة هذا يستحيل يستحيل باش يميل لمنطق القوة إنما ممكن كان الخط حز جباة التحرير الوطني في الفترة تعمار سعداني ما كان شيء تلائم مياف مياف مع النظرة مع القياديين هذا مع النصوص الحزب ممكن الآن معه جامل ولد عباس أصبح الحزب على الخطة الحقيقية نحط على السكة يعني نحط على السكة الناس ذو معليهم إلا يساهموا بالقدر المطلوب منهم لا يطلب منهم المستحيل ولكن هما ما يطلبوش المستحيل كذلك وشوف وراه تكلم باللي قال اتصالات مع رئيس البرلمان سابق عبدالعزيز زياري مع سي عبادة مع سيد دعدوعة مع سي بالخادم هذا شيء تبشر بالخير لكن منطق القوة في الحزب لا تحبير عندك الجامع كازي أمامك عندك مناظلين كيف اشتكى شخص كمناظل تفرض روحك ومنطق القوة تاك هذا المستحيل في الجبهات التحرير الوطنية سيد نوردين بنوار انتقد عبدالعزيز بالخادم انتقد عمل أو حكومة عبدالمالك سلال في تسهيل الأزمة المالية كيف تشوف هذا الانتقاد شوف من الموقع التاعه كرئيس حكومة سابق وإن كان الأزمة المالية هو اللي كان متسبب فيها واليوم ينتقد عمل عبدالمالك سلال لا سمعت قد ولي المال ضخما دي مش يبه بالخادم نحمله كل شيء وش كان متسبب في العمل المالية كان رئيس حكومة ولكن البترول بعد ما الأزمة البترولية كان رئيس حكومة ولم كان رئيس حكومة لتقريبا خمس أو ست سنوات ولم يوفر الأمور المناسبة وإجراءات البناسبة لمثل هكذا أزمة مالية يعني اليوم عبدالمالك سلال يسير أزمة اللي كان سيرتها اللي كان وقع فيها ربما عبدالزيز بالخادم ورؤساء الحكومة السابق شطر الله ثاني نتفق معك شطر الأول تقولي بالخادم هو لدى دار الأزمة المالية في البلاد لا ما هوش أزمة مالية لك عبدالعزيز بالخادم لم يستطيع ولم يعرف تسيل أزمة مالية بطريقة جيدة حتى لا نقع في هذه الأزمة الحالية كان في وقت البحبوحة المالية صح ما نوعناش الاقتصاد صحيح ما دارناش اقتصاد بديل أنا واش نلوم على الحكومة الحالية أمرين اثنين أمرين اثنين أنها حكومة لا تستعمل على الإطلاق لغة الحوار مع الشركاء الاقتصاديين ولا الشركاء الاجتماعيين أن تأخذ قرارات كثيرا ديع وهذا هو الخطأ نعم هذا هو الخطأ اسمح لي كي من بزاف الناس اللي يقول لك لازم حكومة تقنقراطية بالعكس الآن اللي لازم أنت مع أبا الخادم في انتقاده لحكومة عبد الملك السلال في تسيير الأزمة المالية نتكلم لك على هذه النقطة تسيير الأزمة المالية نعم لأنها وعلاش أنا نقول لك وعلاش الأمور اللي ما تكونش تدريجية بحوار مع الشركاء عمرها ما تنجح ما تنساش بأنه عبد الملك السلال يعني مناظر في الأفل طبيعة الحال أنت تنتقد يعني حكومة لا الانتقاد البناء وعلاش شوف الحوار مكاش والعزمة اللي راهي في النقابات جميل أحيي فيك هذا النح شوف الحوار تعالحكومة هذا هو الشيء الغايب لو تفهم الناس شركاء الاجتماعيين حتى الآن لأن شوف لما نتكلم على قانون تقاعد هذا في خدمة من اللي صالح من هذا التغيير لما كنا تحت الضغط تعالي الأثمي في سبعة وتسعين وتسريح العمال كنا مجبارين باش نسرحوا العمال بأي طريقة بالتقاعد المسبق الآن في راحة من أمرنا لازم نرجع في راحة تعسيادة ولكن في أزمة مالية لازم غدوة ما نقولوش بالليه هذي المتقاعدين ما كاش باش نخلصهم لأن هذا القرار ربنا نخمو بالنسبة العجزة هذو الناس اللي تروح التقاعد غدوة يكون إفلاس في صندوق التقاعد منين لازم نجيبه تريزور بيبليك الخزينة العمومية ولكن هذا القرار هذا له كان في حوار باللي يسمعوا يا جماعة هذا التعديل في قانون التقاعد راه للمصلحة متقاعدين في المصلحة تعالي الأمال مش كله ما يقبلش لكن تجيب له تقول له تلوح له هكذا قانون صوت عليه ولا ما تصوتش نعم سيد رضي بن نوار قول لي ما هو مستقبل حزب العتيد يعني في ظل هذا مستقبل حزب رابر في القارب العاجل يقولون بأنه فيه مفاجآت في القارب العاجل لقدر إن كان نصحيح شوف بدون يعني مرة مرة لوحد لازم يرزع يهدي أعصابه ويرجع للواقع أنا نقول لك حقيقة نعم نحن متفقلين خير جدا جدا لأن قضية يتلم الشمل ضرورية بالنسبة نعم لحزب جملة سيد عبدالسيز لكن كل واحد شوف كل واحد نعم يفكي يدي كمبرومي كل واحد يدير شمية تنازلات صحيح مش يجي كواحد كأمين عام واحد كأعظم مكتب سياسي قادم ويحب يفثر فالوار لاريتون صابيتي كيلاظي ذركها يعرواح كمناظل كإطار ناس تقدرك ناس تحترمك بلا ما تكون معين تعطيك المشؤولية ذقنا غدوة يجي واحد من يعظم مكتب السياسي هذو تحت الأجنحة عبدكريم عبادة يعني 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 مناظل يقول يدعو إلى متمر سفنائي يعني اسمح لي خلينا نكمل مناظل شو بعد عقائدي غدوة يجي لجبات التحرير نرفضه فوق راسنا شكون اللي ما يرفضش فوق راسه إلا اللي ماشي مناظل يعني سيد نوردي بنوار أنتم كإطارات في حيز جبات تحرير الوطني عنكم قدرة عجيبة يعني جمال ويلد عباس بررت وكذلك ويلد عباس بهذه الطريقة غدا أنه ربما يجي عبد العزيز بالخادم أنتم بررنا عبد العزيز بالخادم يعني قدرة عجيبة على التبرير وحتى وإن كان الموحلين يعني ما يثقوش في بعض التصريحات اسمح لي إحنا من أخلاقنا نحن أخلاقنا السياسية أخلاقنا في حزبات تحرير وطني إننا لما نكون دخل للحزب ما نخرج المشاكل تقول لي كنتم تفاهمين مع سعيداني مية في المية نعم شفناكم صفقتوا يعني في تصريحات الأخيرة على الأقل لا شفناها مجموعة للصفقة شوف يخي شفناها ناس كامل صفقة واليوم راي تقول ما وش معقول أنه يصرح بتلك تصريحات ناش واش تنتظر منا شوف روح الآن وكان أعضاء من الذين صفقوا جول تلفزيونات وبروا تلك تصريحات روح الآن جمل والد عباس عنده غير أسبوع ولا شوية من الأسبوع تيقى الاقتراحات الانتقادات سرية أنا كنجيك هنا نقول لك راني معاول عباس ناغني قدرة العجيبة في التبرير كل شي سيدة نورتيم بنوار شوف لماذا لا تذهبون مثلا إلى قضية المنطق قال هذا منطق منطق شوف أنا نقول لك وعلا تصريحات عمار سعداني ما هيش في مكانها ما هيش في مكانها شوف حتى لو كان عمار سعداني شوف اسمح لي باش تقول للناس خليني باش نختل باش تقول للناس كل متافقة مشيك يراح في وقته الناس وراحت له المكتب معنا ولا واحد شوف ولجنة المركزية كلها يعني زكيات لا أسمع لي كل نبش كل نبش في جبهة تحرى الوطني هو نبش في استقرار الدولة في استقرار البلد في أمن البلد ذو كلا حتى كل أمور خليها تسير يعني لا ما يشير كائن رئيس حزب ورئيس الحزب رأي يقرأ كل مرسلات اللي ينبعثوا هالو نعم ما رأي شي يقرأ رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية عهده خامسة إن شاء الله ربي يطول في عمره نعم عهده خامسة ربي يطول في عمره إن شاء الله أخليك نطلق تعليق على هذه الصورة سيد نظيمة وحر ما رأيك تسامة العريضة هذه هذه من الصور اللي فعلا هذه حقيقية في جبهة تحرى ونتمناها لما الشملي يكون بهذه الطريقة باللي كل أمنا العامون إحنا كانوا أمنا عامون كان بونا بن حمود يحضر في الجزة مركزية وبالخادم ونعرف اللي إشكان اللي كان بين بالخادم ولكن يحضر هذا هي الصورة اللي لازم نمدها للمجتمع ما فيش فرق من أجل مصلحة حزب التحرير الوطني مصلحة الوطني شكرا جزيلا سيد نوردي بن ورق يعني بحزب جبهة التحرير الوطني مشاهدين الكرام بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية حصة قهو جرمال لعادته اليوم نقشنا الأوضاع التي تحدث في حزب جبهة التحرير الوطني ومستقبل حزب العتيد في ظل التشريعيات القادمة أو في ظل هذا الوقت القصير ومدة القصيرة لتحضير الحزب للتشريعيات القادمة وكذلك الانتخابات الرئاسية 2019 وسيد نوردي بن واري يرشح العزيز بوتفليقة لعهدتين كراميسة شكرا تبع طيبة برام شكرا وقاكم وقاكم يوم غد إن شاء الله سلام عليكم بارك الله وفيد سأعطيكم بخير شكرا